صحة وثعادة نستانس فيه إحنا والعائلة وأكيد نجدد فيه طاقتنا عشان نستعد للأسبوع اللي بعدها هذا برنامجكم برنامج صحة وسعادة يطلع عليكم كل يوم من الأثنين إلى الجمعة على مدى ساعة إذا عين ناقش فيها المواضيع الصحية إلا تهمكم ونستقبل فيها طبعا الضيوف اللي ناقشوا المواضيع الصحية الساخنة الأحدث على الساحة عشان تستفيدون وأكيد نستقبل ملاحظاتكم اتصالاتكم اقتراحاتكم من المواضيع الصحية مداخلاتكم على 600551414 والرسائل النصية على 4006 طبعا اليوم محدثتكم دكتورة نادا الملة تعودت عن يوم الأثنين أكون معاكم بس ظرف منطبط بالشغل أطلع عليكم اليوم الثلاثة ومعانا مخرج محمد عدنان وفي التنسيق معانا ميرا اللي غفلي وأوش نشكر فريق الإعداد في هيئة الصحة بتبيع على إعداد فقرات صحة وسعادة كل يوم مثل ما تعودت دايما صحة وسعادة نبتدي بالخبر الخبر أو الدراسة تقول ما هي التشنجات اللا إرادية لدى الأطفال قالت الرابطة الألمانية لطباء الأطفال والمراهقين أن التشنجات غير الإرادية أو اللا إرادية لدى الأطفال عبارة عن حركات متكررة أو أصوات أو أقوال خارجة عن السيطرة من أمثلتها تكشير الوجه، هز الكتف، الرمش العين، تطهير الحلق، الاستنشاق وتكرار الجمل والكلمات غالبا ما تحدث هذه التشنجات بسبب المشاعر السلبية كالقلق والتوتر النفسي والملل أو أحيانا حتى مع المشاعر الإيجابية في كثير من الحالات تختفي تشنجات من تلقائي نفسها خاصة إن لم يوليها الأشخاص المحيطين بالطفل انتبهان واهتماما طبعا لما نقول تشنجات لا إرادية يفرق عن تشنجات الصرع الأتيم مع ارتفاع درجات الحرارة أنا بس حبيت أنموها على هذا الموضوع في البداية عشان ما يستوي هناك لبس عند الأمهات بخصوص تشنجات الحرارية التي بسبب لما الطفل تكون حرارة مرتفعة والتشنجات اللا إرادية هي عبارة تعرفون نفس الحركات اللا إرادية حتى تستوي عندنا نحن الكبار مرات تنهز جتفنا مرات ترمش عيننا هاي حركات لا إرادية تفرق عن الصرع قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن استمرار هذه التشنجات لمدة تزيد عن سنة يعني لو لاحظت التشنجات هذه عند الطفل أو المراهق لمدة تزيد عن سنة يستلزم استشارة طبيب نفسي حيث أنها قد تشير للإصابة بأمراض نفسية مثل فرط النشاط، قصور الانتباه أو الوسواس القهري أو الاكتئاب إلى جانب العلاج النفسي والسلوكي قد يخضع الطفل إلى العلاج الدوائي بالإضافة إلى تقنيات الاسترخاء كاليوغا تدريب التحفيز الذاتي أي تكرار مجموعة من التصورات التي تحفز حالة الاسترخاء من المهم أيضا معاملة الطفل بعطف وحنان لأننا قلنا أن أسواب التشنجات عامل نفسي التوتر والقلق فلازم طبعا تتغير معاملتنا للطفل يكون في عطف وحنان هذا دائما يكون موجود مفروض وعدم السخرية منه أسوأ شيء يمكن نسوي لأي طفل نسخر منه مثلا قال شيء غلط، سوى شيء غلط، خربط في شيء، ما يبدأ رجزينه في المدرسة، نصب منه شيء يجب أن لا نسخر من أن نقلل من شيء أنه أنه مثلا الكلمات لا إرادية حين تطلع من الأمهات يعني أنت ما تفهم أنت بسوي عمرك صغير، أنت بسوي عمرك بيبي، اللي في عمرك ما يسوا هالأشياء لازم ما نسخر من هذا الطفل عشان ما تتأثر شخصيته واثقة بنفسه وطبعا يجب أن نعمل بعطف وحنان قلنا وعدم السخرية حتى لا يقع تحت المزيد من التوتر النفسي اللي يتسبب بدوره في تفاقم الأعراض وفي خبر منفصل أكدت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين على احتمالية، شوفوا نقطة جدا مهمة إصابة الأطفال بالسكتة الدماغية لا سمح الله مشيرة إلى أن السبب وراء الإصابة غالبا ما يبقى غير معروف ويمكن الاستدلال على الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الأطفال الرضع من خلال حالات التشنج على جانب واحد من الجسم وأوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن أعراض السكتة الدماغية لدى الأطفال الأكبر سنة ومنها هي الأعراض الشلل النصفي، شلل الوجه، اضطرابات اللغة وصداع الشديد غير المعتاد مع الغثيان والقيء وأيضا اضطرابات الرؤية والتوازن شددت الرابطة على ضرورة سرعة التصرف في حالة الاشتباه في إصابة الطفل بالسكتة الدماغية من أجل حفاظ على حياته وصحته وقدراته الجسدية والذينية مشيرة إلى أن كل دقيقة لا ثمنها في هذه الحالات المرضية اختصار الخبر للأمهات أن أحيانا الأطفال يقومون بعض الحركات التشهنجات اللا إرادية إذا تحدد مدة ثواني وتختفي وتستمر مع الطفل فترة من الوقت ربطوها الأطباء في الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين بالعامل النفسي للأسف بعض الناس تتوقع أن هذا ياها الميفام هذا الجملة تنقال أحيانا هذا ياها الميفام هذا ياها شدرة لكن الطفل منه في رحم أمه يشعر ويفهم ويستوعب ويكون له مشاعر والدليل أنه لما نلاقي بعض الأمهات لما نقول الأمهات حاول تقرير قصة حاولتك حتى وانتي حامل أو تسمعينها نشيدة أو لحن معين نلاحظ في زيادة في حركة الطفل في رحم الأم لأن الأطفال حالهم حال إذا النبات على قرورتهم النبات حيانا تعرفونا من النباتة تبقى تموت يقولك والله مسحي عليها شغلينها موسيقى هادية كلموها النبات تلاقينا أوراق السواء تخضر أكثر هو النبات لأنه عبارة عن كائن حي فكيف بالأطفال؟ فأهم نصيحة دائما للأمهات ما نسخر من الطفل ما نقلل من شيء هو سواه والأطفال ترى يحبون أن نبالغ في ردة الفعل لما يسويوا شيء زين يعني أي شيء زين مثلا قلت لها ودها الكوب المطبخ مثلا ودها يحب أن تصفقين له ودوا أنت شاطر أنت أحسن ولد أنت ممتاز الأطفال هادا طبعا يحبون أن نبالغ في إظهار الفرح والتصفيق تعرفوه يمكن لحد اليد تصفق والأم ويبينون أن نحن فرحين بهذا الإنجاز لسوا الطفل بالتالي يشجع على أن القيام بهذا التصرف الحسن مرة ثانية وهذه رسالة للجميع خصوصا أبهات لما الطفل يسوي شيء مبعدل ما نصفق له وما نضحك نقول أنه آه شيء مضحك لكن التصرف لم يكن صحيح مما يجعل عملية تربوية قد تكون شوي صعبة فالتربية مثلا يقول يعني شوي موضوع شائك ويبالى شوية توازن لكن من مهم جدا نحن دائما نحط في عين الاعتبار أن الأطفال قد يعانوا من بعض الأمراض النفسية يعني الهدف من هذه الدراسة أن تقولنا أن الطفل قد يعاني من بعض الأمراض النفسية والدليل هناك أخصائيين نفسيين فقط للأطفال لأن طبعا الطفل ما يعرف يعبر بطريقة مناسبة يعني ما يعرف يقول أنا ما عرف أنام أو ما يعرف يقول مثلا أناز وايد متضايق وايد زعلان الطفل مايروم يعبر عشان تخصص طب الأطفال نفسي تخصص جدا صعب ومو أحد يتخصص فيه فيجب علينا كلنا نحن نحرص على الصح مثل ما نحرص أننا الأمهات أن الياهل ينام من وقت أن يأكل عدل يشرب حليب يتريق قلبا يروح المدرسة اللانتش بوكس ما تكون فيها عناصر غذائية زينة أنه يأخذ ثلاث وجبات في اليوم ما يخربط من وجبات مثل ما نحرص على الصحة الجسدية يجب أن نحرص أيضا على الصحة النفسية التي هي جزء لا يتجزأ من صحة الجسدية ونلاحظ تأثير الصحة النفسية على الأطفال الأطفال يولدون في عوائل فيها مشاكل الأمه الأبو دائما يضاربون أو هناك مشاكل أسرية معينة لكن ينعكس على صحتهم الجسدية الطفل دائما تعبان وكيكون عندها فقر دم نموه ما يكون سليم ما يطوى العدل ما يزيد وزن عدل أو يكون وزنه وايد زايد عكس الأطفال ينمون في أسر فيها استقرار عائلي وعاطفي أكثر لأنك الطفل الحمد لله صحت زينة ما يمرض وايد أكله يكون زين يكون الطفل سعيد طفل مبتسم فيجب أن نحرص دائما على الصحة النفسية العياننا عشان يكبرون ويكونون بالغين سعداء وصحيين نفسيا وجسديا الصحة النفسية ما تنفسها على الصحة الجسدية سواء في الأطفال أو في الكبار إحنا رح نروح إن شاء الله فاصل بعد الفاصل بتكون عندنا فقط التغذية فقط التغذية اليوم كالعادة المواضيع التغذية جدا مهمة ليطرحونها قسم التغذية وألف شكر لهم على اختيار المواضيع الجميلة تهم المستمعي بتكون عن أهمية حمض الفوليك أسد للحامل وهذا جدا مهم الفوليك أسد مثل ما نعرف وايد من الأمهات يعرفون الحبة البرتقالية الصغيرة لناخذها مع الحمل وفي كثير من النساء حتى ننصحها قبل لا تحمل تبتدي تاخذ الفوليك أسد فبنتكلم فقط التغذية عن ليش ننصح بالفوليك أسد شوي فوايدة ليش المرأة الحامل لازم تاخذها وهل هناك فعلا أهمية لما قبل الحمل ليش حين الطبيب ينصح المرأة التي تخطط للحمل لأنها تاخذ الفوليك أسد رغم كونها حبة جدا صغيرة وحتى ثمنها جدا جدا بسيط إلا أن فوائدها جدا كبيرة في صحة الجهاز العصبي لأطفالنا رح نروح إن شاء الله فاصل بعد الفاصل نواصل صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة للتواصل على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة والرسائل النصية على أربعة صفر صفر ستة مثل ما كنا نقول قبل الفاصل إن فاقرة التغذية اليوم عن حمض الفوليك أسد وأهميته ودوره في تعزيز صحة الجنين والمخاطر المختلفة للنقص هذا الحمض والمصادر الطبيعية للحصول على الكمية الكافية منه يصرنا يكون معانا اليوم عن طريق الهاتف الأستاذة لمية مصطفوي اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي صباح الورد أستاذة لمية صباح النور والسرور حبيبتي شو أخبارك؟ الحمد لله نورتين حياتك صحة وسعادة الله يسلم عصيك رغالية نبتلك أستاذة لمية معاتش نتكلم عن أهمية حمض الفوليك أسد للحوامل وليش دار من الطبيب يقول للمرأة الحامل من أو ما تعرف أن الحامل يجب أن تأخذ حمض الفوليك أسد وشو الكمية اللي موصى بها قبل ما احنا نبدأ بشو بهميتها بس أعرف المجتمعين شو هي حمض الفوليك حمض الفوليك هي أصلا مجموعة من الفيتامينات خاصة مجموعة الفيتامين باء وهو ضروري عشان يبدون البي ان ايم وهم كون أساسي عشان يخلي الحق الخليف اللي في الجسم ويلعب دور مهم في انتاج خلايا الدم الحمرة ونمو المخ والحبل الشوكي للجنين عشان تي يجب يحمي الطفل أو الجنين من الأيوب الخلقية المرتبطة بالجهاز العصبي شو فوائد احنا بقول شو فوائد حمض الفوليك حمض الفوليك في انه كذا فوايد منها الساعد على تعزيز صحة الأم والجنين في فترة الحمل تساعد على حصول الفايدر قصو من الحديد وبيتامين باء 12 والأحماض الدهنية يساعد على صحة القلب الوقاية من السرطانات تتملع علينا وعليكم المساعدة في الوقاية من الإصابات الزهايمر وتعزيز الوظائف الاتراكية وغير هذا الوقاية من الاكتئاب خاصة بعد الولادة وفي نفس الوقت انها تساعد اللي ياخد حمض الفوليك فترة الحمل أو حتى يحمي الطفل من الأيوب الخلقية ثانية اسمها الشقة المشقوقية ويحمي من أخفاض الوثن عند الولادة وفقرة نمو الرحم فترة نمو الرحم فترة نمو الجنين داخل الرحم ممتاز السادة الأمية لو في مصادر طبيعية عشان المرأة تحصل على حمض الفوليك أسد هي نعم في مصادر طبيعية طبعا حمض الأسد يكون لها مصادر واي مصادرها الطبيعية يكون مثلا في نباتات الهيليوم اللي هي يعني اللي تكون مصادرها العالية في مصادر النباتات الهيليوم البروكلي الكرامب القرنابيض صفار البيض الأداس الخس الكبت الفواكه خاصة الفراولة الفراولة واحدة تكون موجودة فيها الحليب البرتقال الجزر بس مش الجزر اللي ناقلي احنا في جزر ابيض هو هذا الجزر البيض الخبز الخضار الورقية كون بسبانه وهالأشياء في المكانة الخضارة وورقتها صفارة الفاصولة البقوليات هالأشياء بدلا أنه غير هالأشياء حتى أبهم سيدنا محمد الحمضيات الأفقادو الباميا هالأشياء المكسرات هالأشياء والذرة بعد تكون فيها حمض الفول كمية يعني بس طبعا الشخص الحامل لازم يتناول تقريبا 600 ميلي جرام ميكرو جرام سوري ميلي جرام يوميا هذا ما وإني لو إحنا كثير ما نأكل من الأكل هذا هذا ما بيكفي فلازم ناخذ حبوب أن تساعده بالأكل ممتاز فلازم تنصحين المرأة الحامل تأخذ من المصادر الطبيعية بالإضافة لحبوب فوليك أسد نعم ممتاز أستاذ الأمية هننقول الفترة المناسبة لأخذ حمض الفوليك أسد بعض الطباء يقولون حق المرأة أخذي قبل في ناس في الطباء ينصحون المرأة تأخذها من الحمل لكن متى الوقت المناسب بدء الفوليك أسد وهل ممكن الناس العادية النساء العاديات اللي مو خططات للحمل أو مش حاول من يأخذون الفوليك أسد أنت الوحدة من تفكر أن هل تبدأ أحمل أحني أوكي أنا ببدأ بتجتهد عشان أحمل خلاص أنا من أفكر لازم أكون أبادئ بالفوليك أسد معا سبحان الله في ناس بشوالله شار الحمل بالغلاص أوكي من عرفتني أنا أحاول أبدأ أخذ الفوليك أسد ممتاز ويستمر على الأقل حق 12 أسبوع ويتمر على شكل يومي مش أني أنا أخذت اليوم باتر نسيت لا أحاول أن يكون أشكل يومي عشان ما نتخطر ما ندخل على الأعراض أو ما ندخل على مثلا الأعراض اللي بتكلم عنها الحين اللي هي تأدي الفوليك الفوليك الأسد ممتاز نتكلم أستاذة لمية بشكل عام عن أعراض نقص الفوليك أسد ونتكلم بشكل عام نصيح عاما للمرأة الحامل بخصوص تغذيتها في فترة الحمل الأعراض اللي تكون الأعراض هو مثلا عندك التعب الاجتهاد ظهور تقرحات على اللسان حول الفم مثلا كرامة لسهال خساة الوزن بقدان الشهية الشعور بالضعف وجع الرأس خفقان القلب الشعور بضيق في النفس مواجهة صعوبات في التركيز الإصابة فقر الدم هاي بعد وايد نشوف يعني بهذا وبعدين الله ما سيد محمد يزداد خطر إصابة الحريم الحوامل بهذا إذا كانت الفوليك الأسد عندها وايد نازل أما إذا كان شي بسيط فها يمكن ما تحسب الأعراض هذه ممتاز فنتكلم بشكل عام على التغذية السليمة للمرأة الحامل فترة الحمل الطبيعية اللي ما فيها سكر تحافظ واجباتها مفروض تأكل ثلاث واجبات في اليوم واثنين من بينهم عشان ما تكثر هي بالضبط على وجبة الأكل هذا أول شي بدين ما تكثر من النشويات وما تكثر النشويات اللي هي تعتبر على الكاربوهايدريد الفواكه والحليب عشان ما يصيبها سكر تاخذ بس ما تكثر منهم في نفس الوقت تحافظ على البروتين اللي هو الديال اللحم السمج تحافظ على الخطأ عشان ما يصر لها نقص الحدي عشان ما يصر لها نقص البروتين بعد ممتاز أنا شاكرا لك أستاذة لمية مصطفوي اختصاصيت التغذية العلاجية بهيئة الصحة بالبي مداخلتك معنا اليوم بخصوص حمض الفوليك أسد وأهمياتي للحامل شكرا لك طبعا مثل ما قالت أستاذة لمية بخصوص حمض الفوليك أسد ضروري جدا لجميع النساء إنها تاخذ حمض الفوليك أسد إن كانت تخطط للحمل أو في مرحلة الحمل لأن حمض الفوليك أسد عامل أساسي في صحة وسلامة الجهاز العصبي للأجنة فأي وحدة حامل أو تخطط للحمل خليت تبتدي تاخذ حمض الفوليك أسد وترى الفوليك أسد ينباع في صادريات برع ما يحتاج وصفة طبية ممكن تاخذينها والحلو في إن هو محبتها صغيرة بالتالي خصصا بداية شهور الحمل لما يكون مع الوحام يكون أحيانا صعب على المرأة إنها تتناول بعض أنواع المكملات الغذائية بسبب حجمها يكون حجم كبير بسبب طعامها لكن الفوليك أسد حبتها صغيرة وطعمها وايد وايد بسيط فبالتالي يسهل على المرأة الحامل إنها تاخذ الفوليك أسد وأكيد إحنا دائما نشجع المرأة الحامل إنها تتوائد يعني تكون تاخذ نظام غذائي متوازن في فترة الحمل غذاء المرأة الحامل ما يفرق عن غذاء المرأة غير الحامل لازم يكون يحتوي على كل العناصر الغذائية ودائما أنصح النساء الحامل بالإكثار من الألياف لتفادي الإمساك اللي يصير فترة الحمل تراون صلطة كل يوم كل صلطة حطة على زيت زيتون عشان يساعد الأمعاء على أداء عملها بشكل جيد بالتالي ما تصب بالإمساك وأيضا يحافظ على صحة الجلد ما يستوي الجفاف بسبب تمدد الجلد مع الحمل ننصح أيضا دائما النساء الحامل أنهم يدهنون البطن بزيزة تول على الخفيف عشان ما تستوي عنهم تشقوقات الحمل بسبب تمدد الجلد بشكل عام غذاء المرأة الحامل لازم يكون كامل وخصوصا دابع نركز على الموضوع الكالسيوم والفيتامين دال لأن تكون عظام الطفل تعتمد شكل أساسي على الكالسيوم والفيتامين دال فإذا كانت الأم نفسها تعاني من نقص في العنصرين فإنه سيتم سحب هالمواد من عظام الأم عشان شي تلاقون أحد أول المنكملات الغذائية اللي تديها للحوامة هي الفيتامين دال والكالسيوم وننصح المرأة الحامل ممكن تأخذ فيتامين دال لن عشر تالاف أو خمس تالاف عشان يوازن نمو الجنين وتكون عظام الجنين بالتالي المرأة الحامل دائما نصح أنه أو ما تعرفين أنت حامل تزورين طبيبة الأسرة تتسألش بعض الأسئلة عن حملة السابق هل كان حمل عادي بسيط سهل أو كان حمل معقد في مشاكل كان في دخول المستشفى لسهما كان في إجهاضات مسبقة أي كانت مشاكل موجودة في الحمل السابق يكون تدخل مبكرا من طبيبة الأسرة تعطيش التحويل موضوع الحمل لكن أول ما تعرفين أنت حامل زوري طبيبة الأسرة خليس تسويش بعض التحاليل بالعادة حنطلب تحاليل الدم الحديد فيتامين دال بس عشان نتطمن على الأشياء الأساسية اللي تحتاجها للمرأة الحامل خصوصا موضوع الحديد يعني في بعض النساء الهموغلوبين عندهم على الحد الأدنى للطبيعي يكون 11 يكون 10.5 فمع الحمل ومشاء الله تمدد الأوعية الدموية وزيادة في كمية ضغط الدم يكون هناك زيادة للهموغلوبين في الدم الهموغلوبين وهي المادة الناقلة للأكسجين في الدم فقد يتسبب ذلك أن معدل هموغلوبين عندها ينزل أكثر فتحتاج إلى حديد وأنا أدري كثير من النساء الحوامل يتأذون موضوع الحبوب الحديد لأنها فيها طعم وحيانا صعبة البلع لكن مهم جدا أن معدل الحديد عندك يكون جيد لأن فترة الولادة لسا محلظ استوى نزيف إذا احتجت إلى عملية قيصرية هناك فقد لبعض الدم يستوي في خلال العملية عشان ما يستوي هبوط في الدورة الدموية فلازم يكون دائما معدل الحديد والدم عندك مناسب عشان نتفاد هذه المخاطر سأذهب بعد الفاصل يكون الموضوع جدا جميل عن خدمات مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل موضوع جدا مهم يمكن توصلنا بشكل يومي أسئلة عننا في العيادات عن مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل فاللي عنده أي سؤال عن هذا المركز عن خدمات التحويل لأي سؤال أنت حابين تواصلهم معنا على الرسائل النصية 4006 أو عن طريق الاتصال على 600551414 روح فاصل ونرجع إن شاء الله نواصل صحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعاد التواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006 مثل ما كنا نقول قبل الفاصل اليوم فقرتنا عن خدمات مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل يعتبر مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل أحد المراكز التخصصية المتميزة التابعة لهيئة الصحة بدبي التي تقدم خدماتها المختلفة للمرضى وفقا لأحدث البروتوكولات والممارسات العالمية في هذا المجال للحديث أكثر عن خدمات مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل السنة يكون معنا اليوم في الستوديو استشاري مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التهيل صباحاً ورد أستاذ يوسف وسعيدينك موجود في الناس جديد صباحاً نور والسرور والعافية بدايةً أشكركم على الاستضافة وأشكر فريق العمل المتميز صراحة يقوم بعمل جميل جداً في نقل المعلومات كل ما يخص صحة الإنسان وكل ما هو مستجد في ما يخص صحة المجتمع بشكل عام نحن أولاً من المتابعين لهذا البرنامج فإزاكم الله خير ونتمنى لكم والكل يعني فريق ومن يدير هذا البرنامج كل التوفيق والتميز والنجاح ما تقصر أستاذ يوسف نبتدي أوش نتكلم عن الخدمات اللي قدمها مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل ومر على الفئات العمرية المستفيدة طبعاً مثل ما تعرفين مركز دبي للعلاج الطبيعي تابع لهيئة الصحة وهو يتبع المراكز التخصصية من شاءة صحية متخصصة في تقديم الخدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل استقبل مرضى هم المحولين من هيئة الصحة والمراجعين فقط من هيئة الصحة من مراكز مراكز الرعاية مراكز الصحية الأولية والمستشفيات طبعاً من سنتين فما فوق فنحن عندنا أطفال بالغين كبار السن ممتاز ذكرت الخدمات على العجالة نفسرهم أكثر الخدمات نقول للمستمعين نشوفك بين علاج طبيعي وإعادة التأهيل طبعاً المركز هذا يقدم خدمات في برنامجين برنامج طبعاً هو البرنامج عيادات الخارجية وحالياً نحن شغالين بإذن الله عن قريب نفتح الامبيشن الداخلية ممتاز فالمركز من إنشاء في 2000 من استقبل المرضى في 2013 هو شقار على الخارجية يعني هم إعادة التأهيل للمرضى أو المراجعين اللي انصابوا مثلاً بإصابات سواء كانت إصابات رياضية كل ما يخص المفاصل مشاكل المفاصل مشاكل العصاب السكتات الدماغية اللي ويحي الرعاش أطفال كانوا أو صغار أما المزمنة طبعاً عندنا البرنامج الثاني هو طبعاً العيادات الخارجية للحالات المزمنة المزمنة اللي هم يعني اللي صار لهم فترة طويلة نقول أنه يشكون من آلامة الظهر للدسك خذت لهم فترة طويلة بسيون مجرد علاج طبيعي أنت ذكرت أن أنتو شغالين في الأساس على العيادات الخارجية نعم وجود بتطورون المكان أو بزيجون خدمات أو المرضى الداخليين اللي يقعدون يباتون في المستشفى شو الهدف من هذه التوسعة الهدف الله يسلم هناك في حاجة ملحة يعني الكثير طبعاً في ظل الحوادث والأشياء الصحية المشاكل الصحية الأمراض الإصابات السكتات العمليات الجراحية مثلها الركاب الركبة الدسك وما شابه كل ما يختص في العصاب والمفاصل والعظام هذين فمحتاجين يعني حوادث مثل ما نسمع فبحاجة أن مرضى يكونون داخليين يحتاجون إعادة تهيل المرضى كيف يكون العملية والإجراء أن المريض يدخل المستشفى من المستشفىات الهيئة يكون أكيوت يعني كان الحالة طائرة حالة حادة نسميه بعد ما يدخل صار لسؤال مثلا سووا العملية أو شيء منها القديل فيتم فتر هناك تحت شراف التقلم الطبي في مستشفيات الهيئة وعقب ذلك يعني بعد ذلك شو يكون يحتاج إعادة تهيل صحيح إنه شو نسميه الركاب فياخذ هذا طبعا ما بيتطول إلا على حسب الحالة يعني ممكن ياخذ لعشرة إلى عشرة أيام أو أسبوعين يعني شهر بالكثير يعني هذا نسميه بوستاكيوت فهني فياخذ يحتاج في هاي الفترة دكتورة إعادة تأهيل بشكل مكثب يحتاج أن يكون يدخل في مستشفى أو في مركز متخصص ياخذ لها جلسات التأهيلية جلسات العلاج الطبيعي والهدف أنه يرجع للمجتمع وندمج بالمجتمع يرجع مثل ما كان يعني طبعا الأمور هذه يعني المساعدة تكون حالتها الصحية شو ما كانت يعني فالكثير طبعا بعد العمليات أننا نسمع راح وين خارج البلاد هذي كلفة بعد هذي يصيرون منتجع هناك يعال تأهيل طبعا نعم يعني نحن لدينا حالات كثيرة ما أقدر أقول يعني راحت هناك ورجعت لنا يعني ففي نحن الهيئة تنظر إلى شيء نقطة مهمة جدا هي السياحة العلاجية صحيح أن المركز هذا مركز تميز مثلا يكون ومركز يقدم كافة يعني خدمات العلاج الطبيعي تحت صقف واحد يعني نحن عنا الحين من بدينا عنا العلاج الوظيفي علاج الطبيعي عنا علاج المائي عنا علاج النطق الكبار وصغار وعنا كذلك يعني عنا الأجهزة زاهم الله خير يعني الهيئة يعني ركزت في يعني جلب أحدث الأجهزة الطبية فيما يخص خدمات العلاج الطبيعي بمنا ذكرت دكتور أستاذ يوسف أنت أعتبر دكتور يعني أنت دكتور أستاذ يوسف الخبرة الطبية ما شاء الله اللي عندك يعني من مركز دبي لعلاج طبيعي فشو هي الأجهزة الحديثة الموجودة في مركز دبي علاج طبيعي اللي تساعد المرضى في عادة التأهيل والعش طبيعي في أحدث جهاز هو المشي المشي الروبوت المشي الروبوتي هذا طبعا جدا يساعد المرضى مرضى السكتات مرضى مستعشر لكن هذا ما لمثيل يعني ما عند ما في مش متواجد مثلة يعني فجدا يعني مع المتابعة المعالجين والطاقم الطبي اللي عندنا هناك ف مع الـ مع رحلة المعالج مع مشرات الأداء ورحلة العلاج الكثير استفاد والكثير نحب أن يكون يكمل في هالمركز ممتاز في أجهزة ثانية بعد عندكم عنا المائي طبعا عنا هو الـ هايدرو وعنا الجهاز هو تريم بس في الماء نسمي اكوزايزر هذا موجود بالإضافة الأجهزة الثانية دكتورة اللي هي تساعد المريض ومختص نحن أجهزتنا خاصة فقط في ما يخص العلاج الطبيعي والإعادة تأهيد نعم نعم نتكلم عن الكفاءات والكوادر الطبية الموجودة ومن اللي يحدد المريض لو راح اليوم أول زيارة للمركز زبيل العلاج الطبيعي من هو يشوف ويحدد على أساسه أتوني بقول له بالبداية لكن الله يسلم نحن عندنا المركز هو الوحيد رائد في هاي الشي عنده فريق اسمه ملتي دي سيبلناري تيم نسميه بالعربي فريق متعدد التخصصات المريض أول مي عندنا في المركز في استقبل المريض إذا كان مريض جديد يعني استقبل طاقم الطبي طاقم الطبي يتكون من بي امار طبيب طب تأهيلي ومعالج نفسي واخصائي اجتماعية فبس أكع المعالجين نفسيين زين ذكرت ضمن الفريق لأن العام النفسي جدا مهم في على التأهيل نعم سواء للأوت بيشن أو للإن بيشن صح وممرض يلسون ويشوفون شو الحالة يدرسون الحالة من ثم يقدمون للمشورة ويشتركون في القرار يعني يكون قرار مشترك إن هذا المريض يحتاج مثلا جلسات علاج مائي يبال عدد كم من الجلسات ثمانية اثنى عشر عقب ما يخلص الجلسات يشوفهم مرة ثانية الطبيب البي ايمار دكتور طب التأهيلي يشوفهم ومن ثم يعني يشوفهم هل هو كم يحتاج من العلاج كم بيستمر والله في كثيرين يوم مثلا عطوهم ستة ثمان جلسات ما كملوا ثلاث جلسات أربع جلسات ليش تعال ليش ماتي قال لك خلاص أنا ليش يحتاج الحمد لله وكيف وفي ناس مثل ما قلت لت أنا في ناس على حسب الحالة يبون أكثر وأكثر صحيح نعم بالنسبة للطب النفسي جدا مؤهل نحن نستحوي يعني نفسيا اللي صار له مثلا بارحة هذا كان كان يمشي عادي صحيح كان يلعب كان ما كان كان إنسان طبيعي اليوم تعرض الله قدر أنه صار له حادث صار له شيء بتر للريل أو عضو وفي حالات كثيرة تعرضوا نفسيا هذا كيف نأهل نفسينا ندمجه وكثيرين دكتورة يعني بعد الصدمة هذه نسمي صدمة نفسية شو صار لهم يعني ما قاموا يروحون يعني ما يروح انعزل فطبعا يبالها شوية حد يرسويا يسحبها شوية والكثير يعني نحن ما نلومهم ولكن هذه قدرت الله عز وجل حكمته يعني ما أحد يتوقع كان إنسان عادي مثلا تعرض لحادث فكثيرين وسبحان الله وفي الناس اللي هم شو نسمي بوزيتف يعني الناس الإيجابية إيجابيين هذيلا دخلوا وعندنا نحن نحن ناس عندنا لعيبة لعيبة المنتخب ما شاء الله في واحد عندي يعني تعرض لشلل كامل وتعالج والحين على الويلتشير ويمثل منتخبنا في السلة وفي الرماية وعندنا بعد نحن الرسامين النفسية مع الأخصائية الاجتماعية لهم دور كبير في إعادة ودمجة في المجتمع مرة تنخرى وأكيد وأكيد أن العامل النفسي مهم جدا أنه قد حتى يمنع لو المريض نفسي تتجد حتى يأخر العلاج أو حتى يرفض العلاج طبعا هذا هو رفض العلاج لأن نعطيهم مواعيد الكثير ما ي يعني يعني يمن نقول نسبة يعني بالسبعين بالامية أمورهم جدا تكون صعبة فأي أكمد على دور الأهل وكيف يعني وجودهم قرب المريض ومتابعتهم للحالة برنامج العلاج شو هم الفيدباك همهم هذا يعني أمور كثيرة يعني الكل مفروض أن يكون هنا بجنب المريض في هذه الحالة أنت ذكرت نقطة مهمة أنا حتى مع مرضاننا في العيادات دائما نركز على دور الأسرة في دعم العامل نفسي للمريض يعني نتكلم عن إعادة تأهيل للشخص فقد القدرة على المشي فقد البصر فقد أي شيء عضو أساسي فهل أنت تشجع مثلا اللي يسمعون الحين ومثلا عندهم مواعيد في مركز دبي للعادة تأهيل أنه مثلا أول زيارة مثلا إذا ريالي مع زوجته إذا ولدي مع أمه أو يبون يعني وجود الأهل أو أيضا تعرفوا عن الخطة العلاجية نعم ما المتوقع من الخطة العلاجية نعم نحن نتمنى أن نشوف أهل المريض مع المريض في أول زيارة نعم فللأسف أنه حيانا نشوف يعني أن المريض جاي مع السائق صح هذا شبه تعلمه هذا شبه كله بالضبط فللأسف هذا هذا طبعا يأثر بشكل سلبي على المريض ونفسيته هنا يعني نتمنى ونوصل صوتي من من هالمنبار يعني الكل يعني يكون جنب المريض صحي سوى أهله قريبة من وما كان يعني على الأقل يعرف شو الجدول لهذا جداول سمونا المواعيد رحلة العلاج شو الأبديت أحيانا الكثير الليون مثلا نشلوا أو صعب عندهم في النطق وكذا ما نفهم لهم فمسكين ما يقدر يعبر إلا إذا كان واحد قريب هو يرتاح له يعني أبو كان قريبة أمه وكذا يعني يعطيه شو اللي حاسب والفيد باك من العلاج هل هو مستفيد ولا ما مستفيد فوقوف الأهل بجنب المريض في كل الدكتورة صحيح ليس بس في العلاج الطبيعي في أمور ثانية هذا جدا مهم جدا مهم ويأثر في العلاج أكيد فعشان نشجع كل حد إذا عندنا سمح الله أي شخص مريض في البيت تم تحويله لمركز دبي لعلاج الطبيعي وعادة تأهيل على الأقل أول موعد تكونوا موجودين لما يكون كل الفريق موجود أحيانا المريض من الصدمة حتى ما يسأل أي أسئلة يعني ما لبعض يسأل ما يبقى يسمع بسي ما يطوه في الموعد لأنه لا يزاف مرحلة الصدمة فوجودكم أنتم كعامل دعم نفسي جدا مهم في رسالة أستاذ يوسف تقول مشكلة مواعيدكم بعيدة أي مشكلة شو رحي ليش لأنه في طلب كثير وإن شاء الله نحن الحين دكتورة مثل ما يمكن تعرفين هي أبرمت عقد مع مع شركة أوروبية نعم وهو أوروبية في أنها تدير وتشغل المركز ف واحدة من التحديات يعني اللي عندنا أن أن المواعيد طول المواعيد وطول الانتظار هذي فشغالين على هذا الموضوع إن شاء الله ف بس نتمنى من من إخواننا من المراجعين أن يلتزمون نحن نعاني من الجهة الثانية نو شو دكتورة بالضبط عدم الحضور عدم الحضور عدم الحضور نسب من 25 إلى 30% وهذا طبعا المريض يعني إذا كان عنده عنده شي طارق يعني أو عنده شي عارض مثلا أوكي أما أنه والله ما لي بارض ما بسير لأن هذا يخرب على الثاني أنت عندك موعد اليوم وزين تبين الموعد مثلا اليوم وأنا ما بيه يعني وبعدين لا تنسين هذه ترى هذا مدفوع عجرة بالضبط هذه مدفوعة يعني لنتخيلي في هال وقت الدكتور يالس بالضبط المريض ما يه الممرض صح من الطاقم الإداري لين ما المريض يطلع هذه كلها تكاليف مدفوعة فيمكن هاي الأكثر أفراد المجتمع الكثيرين يعني مش متبهين لهذا الموضوع يعني فإذا كان دافع يعني يعني سوري يعني إذا كان في الخاص وأنا دفعت مبلغ وقدرة وعندي ثلاث جلسات بحضرهم ليش بالضبط إحنا نشجع الجميع المتعاملين إنه إذا صار لك أي ظرف وما قدرت تحضر إلى الموعد اتصل في مركز الاتصال قولهم بأجل الموعد عشان موعدك أنت يستفيد منه متعامل آخر لأن تعرف لو أنا مثلا عقوب ساعة موعدي وأنا ما صرت صعب ينادو متعامل ثاني يعني نجد الموعد البعيدة لو أنت أجلت يعني أنت قلت ما روم أحضر موعدي مثلا باتشر أو رباتشر نجد موعد ثاني بعيد يقل وقت الانتظار مثل ما تعرفين لدينا مركز الاتصال في هذه الصحة وبعد عندنا نحن في المركز لدينا طاقة من الإداري يتواصل مع المريض ويأكد عليه حضوره للأسف بعضهم يقول لك عارف إن شاء الله ياي هذا هنا يوم يقول لنا ياي ما أقدر ألغي صح موعد لشخص آخر أو مراجع آخر فنتمنى الكل يلتزم وإذا في شيء مثل ما تفضلت يتواصلون معنا إن إعادة جدولة المواعيد وما في أي إشكالية في الموضوع إن شاء الله أستاذ يوسف على السريع نمر على الاعتمادات التي حصلتوا عليها ومكان المركز وساعة العمل السريع المركز هو الأول في الإمارات مركز طبعا حكومي تابع لهيط الصحة الأول في الشرق الأوصل حاصل على الاعتماد الدولي من سامي كار من اللجنة الأمريكية لمدة ثلاث سنوات للثلاث فئات هما الأطفال والبالغين والكبار في 2017 ساعة العمل من ثمان لين ستة المساء ما شاء الله ممتاز السؤال الثالث مكانكم وين مكان في أمس جيم اثنين في أمس جيم اي نعم المكان واضح يطلع في خرائط واضح يطلع حين نحن نسوي الأفديت واضح يعني معروف في المنارة يقع على شارع شيخ زايد ممتاز الله يرحمه والمكان معروف ممتاز وأي واحد يعني حاب أنه يزور المركز يتلقى علاج طبعا مثل ما قلت من بداية ياخذ النظام التحويل نحن من أي مستشفى تابع لهذه الصحة من أي عيادة صحية تابع للمراكز الصحية الأولية بي ج سي ياخذ التحويل ويتم الانتصال به ونتابع ويقدم له العلاج المطلوب باخر بس دقيقتين من المخرج بس عشان في نقطة دائما تتكرر عندنا في العيادات لما يمريض يكون ما أخذ جلسات علاج طبيعي عقل من تسأله زين استفاد لا والله دكتور ما استفاد ليش والله عطوني عشر جلسات يبقال له كمل في البيت كملت لا ما كمل هذه النقطة أن المريض يتكاسل أنه يسوي نركز على نقطة أنه لازم نسوي المريض لازم نخلي المريض يوقف جلسات في مرحلة معينة ونقول له كمل في البيت فلو نتكلم هل نقطة على السريع والله نحن نشجع الحركة العلاج الطبيعي هو الحركة البدنية والحركة مثل ما أنتم أخبر في الطب يعني علاج لكثير من الأمراض وخاصة الهيام الضغط والسكر والسمنة وكذا الأشياء الثانية نصلا عافية لجميع فالكثير نحن نقولهم من أول يوم مثلا أنت ما خلاص مش أنت تأخذ لك هاي 45 دقيقة هاي ما تسوي شيء بس ونعطيهم البروشيرات ونعطيهم والمعالج يقول له مثلا تعال ما يستوي يعني يعتمد في النهاية على المريض نفسه هو شاد حيلة يعني يعني يبقى العلاج يبقى يدخل في المجتمع بالضبط صحيح والله في الكثيرين يقول مثل ما قلتنا في البداية يو ويدين قالونا خلاص نحن عنا ثمان جلسات أربعة كفاية ونحن في البيت نحن نسويها تمارين هذه هي تشجع على سرعة العلاج وتقوية العضلات والأمور الثانية فهم نحن نشجع ونقولهم ونعطيهم كل يعني المعلومات البروشيرات والمعالج يقول له شو تسوي في البيت فيعتمد على الشات صحيح هذه رسالة جميع أن جلسات العلاج الطبيعي هي محددة والغرض منها أن تتأهلك عشان تقوم بتكملة الرياضة اللي يعطيك المعالج أو أي نوع منواع العلاجات في المنزل وترى معظم العلاجات طبيعية التخصصية يخلصون الكياه في المركز لكن ممكن تكمل أنت في البيت ونحن نشجع الجميع أنهم يكملون في البيت ولما أنت تكمل في البيت يكون وقتك أنت مرتاح في بيتك ما في داعي تطلع وتصير مكان ثاني فهذه نصيحة للجميع حتى نحن دائما أقول لحق مرضاي نزيل قول للمعالج يصورك وأنت يسوي لك العلاجة تنسى وروح البيت شغل الفيديو وسوي نفس الحركات لأن معظم الحركات ممكن تتسويها طبعا لو أنت محتاج إلى جهاز مخصص وما بيطلعونك من المركز يقولك والله تكمل في البيت ليه ما تحسون أنه خلاص أنت ما تحتاج جهاز مخصص تكمل بالرياضة أو العلاج الطبيعي في البيت أنا شكرا لك أستاذ يوسف زرعوني استشاري مركز دبيل العلاج الطبيعي وعلى التأهيل وجودك معنا اليوم وجودك معنا جدا جميل وإن شاء الله يكونوا استفادوا المستمعين من المعلومات التي طرحتها عن مركز دبي للعلاج الطبيعي ونحن موجودين في القدمة واتمنى للجميع الصحة والسلامة ما تكسر مستمعين الكرام نحن وصلنا لختم المحمد عدنان المخرج العطار اللي نصحني بنشرب زعتر عشان صوتي والحمد لله صراحة وصفتها أحسن عن وصفة عشر الطباء زعتر فنان وهلا هلا بعمركم الغبار وتغيروا الجو الناس كلها تكح والناس كلها تعطص فهلا هلا بعمركم يشربوا شي دافية وبتعدوا عن مناطق الغبار حتى عيالكم تخميلا منبرع لأن الجو جدا متقلب إلى أن يتروح عنا نوبة هذه الغبار إن شاء الله وكان في التنسيق معنا اليوم ميرا اللغفلي إلى نلقاكم إن شاء الله أنا في الأسبوع القادم أقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة